فصل الشتاء لم يأتي رحيما على الأفغان هذا العام وسهم مع عوامل اقتصادية وسياسية أخرى بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في رفع نسب الفقر والجوع إلى مستويات قياسية وصادمة بشكل يهدد الغالبية الساحقة من الشعب الأفغاني الواقع داخل أفغانستان يقول إنما ينهد 23 مليون مواطن أي أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة للمساعدة الفورية في حين تقول تقارير أن شخصا من أصل كل ثلاثة أفغان لا يعرف من أين ستأتي وجبته التالية لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك بحسب البرنامج توقعته تشير إلى أن 97% أي عمليا جميع سكان البلاد سيعيشون في فقر مطقع بحلول منتصف العام الجاري وفق الأمم المتحدة يعاني نصف الأطفال الأفغان دون الخامسة من سوء تغذية حاد محذرة من وفاة مليون طفل بسبب المجاعة مع نهاية فصل شتاء الجاري وضافوا إلى ذلك ما أعلنته وكالات ومنظمة دولية وآخرها منظمة أنقذ الطفولة التي تحدثت عن انهيار كامل لنظام الصحي في البلاد ما سيصفر عن وفاة ألاف الأطفال دون الخامسة من العمر لا يبدو الوضع مشجعا في المستقبل إذ لا تزال تحويلات المالية من الخارج معلقة في حين أن الحدود مع إيران وباكستان التي كانتان مقصد الأول لعمل الأفغان لا تزال مغلقة تقول الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 4 مليارات و400 مليون دولار من المساعدات الغذائية والصحية للشعب الأفغاني وهو الرقم الأكبر بين جميع الدول التي تحصل على مساعدات لكنها أيضا بحاجة إلى 3 مليارات و600 مليون دولار إضافية بشكل فوري للحفاظ على سير المرافق العامة كالبنى التحتية والتعليم لكن هذا الواقع المتفاقم يأتي برغم من الترخيص الخاص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية لشركائها لتسهيل تضفق المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان من دون الخشية من فرض عقوبات وللمزيد من النقاش بشأن هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن نائب رئيس منظمة اللاجئين الدولية هاردن لانك ومن كابل أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة سلام دكتور حمزة مؤمن حكيمي أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد هاردن ما حجم تأثير عدم الاعتراف بحكومة الطالبان على حجم هذه المساعدة؟ على أعتراف حكومة الطالبان بالتأكيد يؤثر على قدرة المؤسسات المالية الدولية والمانحين في مساعدة أفغانستان فيما يتعلق بموضوع الأعتراف هو أمر مهم ولكنه ليس أساسي بمعنى هناك جهد إنساني كبير من قبل الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بالتعاون مع النظرائنا في أفغانستان كما ذكرت أيضا هناك جهد لتقديم خدمات أساسية السؤال الأساسي هو هل يمكن جمع الأموال بشكل سريع وهل يمكن القيام بهذه العملية بشكل سريع ومع الأخذ في الاعتبار العقوبات الموجودة هل يمكن القيام بهذا الأمر سيد حمزة دولتي الجوار باكستان وإيران لماذا لا تبادران بالأعتراف بهذه الحكومة في هذا الوقت تحية طيبة لكم والإضافة لكريم والصادر المشاهدين قضية الاعتراف هذا في مصلحة دول الجوار ودول المنطقة أن تعترف بحكومة الأمر الواقع في أفغانستان وطبقا للقوانين الدولية لكن نحن أمام حالة من السيطرة الأمريكية على السحة الدولية السياسية لا يمكن لأحد الدول في المنطقة والجوار أن تعترف بحكومة طالبان إلا بعد ضوء أخضر أمريكي لهذا الأمر لأنه حركة التي قاتلت أمريكا طوال 20 سنة وأجبرتها للانسحاب من أفغانستان هي التي تسيطر على أفغانستان حاليا وهي التي تفرض هذه الحكومة على أفغانستان بشكل كامل فقضية الاعتراف حتى من دول الجوار ومن أقرب الدول إلى طالبان تاريخيا مثل باكستان غير مطروح حاليا لكن عمليا بدأت عملية التواصل والاتصال والتعابل مع هذه الحكومة كل دول المنطقة ودول الجوار تتعامل مع حكومة طالبان حكومة التي شكلتها طالبان كأمر واقع وهناك تبادل للسفارات تعين لدبلوماسيين جدد في هذه الدول تسليم السفارات لهذه الحكومة ورحلات رسمية من القادة والسياسيين من هذه الحكومات إلى أفغانستان ومن أفغانستان إلى هذه الدول وأخيرا شاهدنا المفاوضات التي استضافتها مدينة أسلو بين طالبان وبين المجتمع الغربي سيد حمزة كان هناك مطالب من المجتمع بغل كان هناك منذوب أمريكا أيضا لهذه الحكومة بأن تقدمها التزامات متعلقة بالحريات وغيرها من الالتزامات وتوسيع المشاركة في الحكومة ألا ترى أن هذه هي الأسباب وليس الرغبة الأمريكية؟ قضية المطالبات هناك نوعين من المطالبات النول العاول تتعلق بالمطالبات الأمنية التي يحق لدول أوروبا وأمريكا أن تكون لها هذه المطالبات وهذه المخاوف أن لا تتحول أفغانستان مرة أخرى إلى بؤرة إرهاب عالمي ولما أعتقد أن الطالبان تعلموا من هذا الأمر وتألموا كثيرا ولن يتحول أفغانستان مرة أخرى إلى هذه البؤرة أما نحن أمام ليس مطالبات أمام إملاءات غربية على حكومة أفغانستان في قضية الحقوق والحريات كل دولة وكل منطقة وكل شعب عندها منظمة القيم والاعتقادات لهذا الشعب لا يمكن الإملاء في قضية الحريات وقضية الحقوق على شعب ما خارج إطار هذه المعتقدات وهذه القيم الغرب إذا أراد أن يفرض على حكومة طالبان القيم التي فشلت الغرب فشل بنفسه أن يفرضها على أفغانستان تولى عشرين سنة الماضية فكيف لها أن تتوقع الحكومات الغربية أن تتوقع أن تفرض هذه الإملاءات بعد سيطرة الطالبان التي قاتلت هذه الدول تولى عشرين سنة واجبرتها على الانسحاب حتى وإن قبل الطالبان بعض هذه المتطلبات لن يقبلها شعب الأفغاني قضية الاشتراك والحكومة التشاركية بين كافة الأطراف السياسية إذا أرادت الدول الغربية عن هذا الإشراك للآخرين الإتيان بالوجوه للحكومة السابقة والسياسيين السابقين الفاسدين الذين ملأوا أفغانستان فسادا وإجراما هذا سيرفضه الشعب الأفغاني قبل طالبان حتى لا يمكن لدول غربية انسحبت من أفغانستان أن تملي هذه الإملاءات للحكومة التي سيطرت على أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي ابقى معي سيد حمزة سنتهب مرة أخرى لسيد هاردن سيد هاردن ونحن نتحدث عن باكستان وإيران هذا الموقف كيف يؤثر على الموجودين على حدود هاتين الدولتين تحديدا باكستان التي تصدق في عدد كبير من اللاجئين هذا له تأثير ضخم ويجب أن يكون ذلك التركيز الأساسي لمجتمع الدولي خاصة مع باكستان عدد الناس الذين يواجهون الجوع في داخل أفغانستان مرتفع الغاية ربما 24 مليون شخص ومن المستحيل للمنظمات الأممية ومنظمات غير حكومية أن تستورد هذا عدد الكم من الغذاء لإطعام هؤلاء الناس بالتالي هؤلاء الناس سيجدوا سبل أخرى ومن الصعب جدا للقطاع الخاص أيضا توفير مثل هذه الطعامة فربما هؤلاء الناس يجب أن يغادروا أفغانستان فربما حكومة باكستان يجب أن تسمح بدخول بعض هؤلاء فضلا عن ذلك لابد أن يكون هناك تعاون للتعامل مع هذه الأنسة الإنسانية من قبل المنحين ودول منطقة وأن يكون هناك مرونة فيما يتعلق بسيولة نقدية وتسهيل الأمور الخاصة بالأزمة الإنسانية ويجب أن يكون هناك تحسن في سجل حقوق الإنسان النساء يجب أن يسمح لهم بالمشاركة وفي توفير المساعدات الإنسانية لأنهن يعلمن حجم هذه المشكلة هناك مجموعة من الحقوق لابد من توفيرها حتى يمكن القيام بهذه المهمة الإنسانية سيد حمزة رئيس الوزراء طالب الدول الإسلامية بأن تبايدر بالاعتراف بحكومته لكنه هو يقدم هذه الدعوة قال إن الظروف في البلاد جاهزة لاستثمار والأمن مستثب فيها إلى أي مدى أنت تتفق مع هذا التقييم؟ هذا التقييم دقيق جدا دعني أبدأ من نقطة أخرى قضية الكارثة الإنسانية الحالية التي حلت بأفغانستان كان متوقعا لأن طوال 20 سنة من الموجود الأمريكي تم تصميم الحالة الاقتصادية في أفغانستان أن يذهب هذا الشعب بأكمله إلى الفقر وإلى الجوع في لحظة رفع يد الدعم الأمريكي والغربي لأنه لم تكن هناك استثمارات حقيقية في البنية التحتية الاقتصادية ولا زراعية ولا تجارية ولا شبكة طرقات ولا كل هذه الأمور الشعب الأفغاني كان مثله كمثل مريض يرقد على سرير العناية المراكزة يوطى الأكسجين ويوطى الأدوية فقط بسبب التحديات الأمنية التي كانت موجودة أما الآن القادة في الحكومة التي شكلت طالبان تعرف تحديات الأمنية كانت موجودة لكن كانت هناك أيضا مجال للاستثمار في هذه المجالات العدة لكن الآن أفغانستان يعيش في حالة من الأمن والاستقرار لم يشهدها في أربعة عقود الماضية هناك مجال الاستقرار في أفغانستان وهذا هو الحل الأساسي للحالة في أفغانستان نعم لا يمكن مقارنتها بما كانت قبل بما كانت في ظل النجود الأمريكي في أفغانستان يعني كل يوم حرب وقتال وكل أسبوع بالمئات من القطر والجرحة أما الآن هناك بعض الحوادث الأمنية نعم تحدث في أفغانستان وتحدث في دول أخرى أيضا لكن هذا لا يعني أن الأفغانستان غير آمنة حاليا أفغانستان الآن آمنة وتحت سيطرة حكومة واحدة كل البلد وكل البلد ينعم بالأمن والسلام بعد أربعة عقود هذا الذي نشعر به في أفغانستان وكما قلت أسلفت أن الحل الأساسي في أفغانستان ليس فقط لمساعدات الإنسانية نعم نحتاج للمساعدات الإنسانية العاجلة لأنه أكثر من 90% من شعبنا تحت خط الفقر ويواجهون الجوع لكن الحل الأساسي في أفغانستان هو استثمار في البنية التحتية الأساسية في أفغانستان في بنية التحتية الاقتصادية والزراعية وغيرها من البنية التحتية في أفغانستان هذا هو الاستثمار الحقيقي الذي لم نشاهده طوال 20 سنة الماضية بتاتا كان هناك تقدم في بعض الجوانب حتى لا ننكر الخير لكن خلال ذلك تم تصميم الحالة الأفغانية اقتصاديا وزراعيا وغيرها أن يذهب هذا الشعب بأكمله خلال شهرين وثلاثة شهور إلى الجوع وإلى الفقر في حالة رفع الدعم الغربي من أفغانستان وهذا الذي بالضبط حصل وهذه الحالة يستخدمها الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية كورقة ضغط على طالبان لهذه الإملاءات التي عندهم وهذه مع الأسف أسوأ أسوأ سيناريو يواجهه في أفغانستان أن اللقمة عيش لإنسان جائع إنسان يعيش تحت البرد ويستخدم كورقة ضغط على حكومة ما وعلى حركة ما حتى ينصع أو يسمع لهذه الإملاءات ما الذي تفعله الحكومة الحالية لتجاوذ هذا هل فقط إدانة هذه الضغوط الخارجية والاستمرار في ممارسات لاستهداف النساء وغيرها من الممارسات التي نراها على الشاشات ويستنكرها الناشطون قضية التي نراها على الشاشات ليس كل التصوير كل التصوير لا تبث على الشاشات أما قضية كيفية التعامل طالبان طالبان عليها أن تتعامل مع أقلانية أكثر مع المجتمع الدولي لأنها هي الجهة المسؤولة عن 35 أو 38 مليون من الشعب هم الجهة المسؤولة عليهم أن يتعاملوا مع المجتمع الدولي بأقلانية أكثر لكن هناك أمور لا ننساها أن الطالبان حركة إيديولوجية هناك عندها قطوط حمراء إيديولوجيا عند الطالبان لا يمكن نقاط الطالبان أن يتجاوز هذه الحقوق هذه الخطوط الحمراء ربما يعنون الحقوق والحريات وقضية النساء وغيرها لكن هذه حقوق خطوط حمراء إيديولوجيا لطالبان لا يمكنهم أن يتجاوزوها وإلا ستكون هناك مشاكل من داخل الحركة من مقاتل الحركة مقاتلين التي قاتلوا لأجل هذه 이것 الخطوط الحمراء على ثوال 20 سنة وكيف لنا أن نتوقع أن نقاطتهم اليوم يتجاوز هذه الخطوط ومعظم هذه الخطوط ليست خطوط حمراء الحمراء للشعب الأفغاني لأيديولوجيا الذي يعيش عليه الشعب الأفغاني والأعراف والتقاليد التي يعيش عليها الشعب الأفغاني. لا يمكن الحبوب بهذه الخطوط أو تجاوز هذه الخطوط الحمراء. سيد هاردن ما الذي غيرته السياسة الأمريكية في رفع القيود من وزارة الخزانة على بعض الجهود؟ ما الذي غيرته من الحالة التي تتفاق مع الشتاء؟ ما رأيناه في ديسمبر هو أنك نكق قرار من الأمم المتحدة سمح بتخفيف الأمور. وزارة خزانة أيضا أعطت تراخيص لتوسيع الأنشطة المسموح بها. في مجال التعليم مثلا وإدخال المساعدات ولكن هذا لا يكفي بالتأكيد لمستوى الخدمات المطلوب توفيرها. علينا أن نركز حول تأسيس العمل الإنساني والخدمات الأسسية وأيضا إيجاد الأموال ورفع العقوبات ولكن عدم أن نتحدث حول الاستثمارات في البلاد والاقتصاد بشكل عام هذا الأمر سيتم عبر التفاوض بين طالبان والمانحين بما فيها الحكومات المختلفة. وبعض الحكومات تريد احترام الحقوق بما فيها نصف الشعب وهم النساء وطبعا بالتأكيد طالبان لديها أيديولوجية ولكن معروف أيضا أن المجتمع الدولي يريد المحافظة على الحقوق ليساهل عملية المساعدات فلابد أن يكون لك أخذ وعطاء من خلال التفاوض ولكن من المهم جدا أن مسألة السيولة النقدية حتى يمكن للبنك المركزي والبنوك أن تعمل بدون ذلك سيكون من الصعب دفع رواتب ودفع قيمة الخدمات والتجارة أن تروج وذلك يساعد عملية المساعدة الإنسانية المساعدة الإنسانية لا يمكنها فقط أن تجسر الهوة الواسعة في الاقتصاد الأفغاني من واشنطن هي برئيس منظمة اللاجئين الدولية هارتين لانك ومن كابل أستاذ القانون والعلوم السياسية دكتور حمزة مؤمن حكيمي شكرا جزيلا لكم